انا مش قادر يسيبها مش قادر يسيب الحكاية دي حكاية النجيل ارضية الملعب وحشة سيئة احنا بنطور في كل شيء في الدولة المصري وده واضح جميل بقيت تخش نقل بقى احسن فكرة التسويق بتاع الكورة نفسها وانها تبقى قصد بدلا نشتغل فيها بشكل كويس الاصل ايه الاصل الملعب نفسه اللي بنلعب عليه هشو كلم بس النهاردة رأساد الاسماعيلي أساد الاسماعيلي النهاردة ارضية ملعب اسوأ ما يكون ارضية ملعب ما يتلعبش عليها مباراة في الدرجة التالتة اسوأ ما يكون اجماعة صورتنا قدام الدنيا دوري محترم دوري مصري اكبر دولة في الوطن العربي والقرى الافريقية الصورة وحشة طيب على مستوى اللعب والاداء ازاي هتبدأ تشوف لعيبة وتقيم لعيبة وتقيم أداء لعيبة على فكرة بيتوريا كانت واحدة من طلباته ان ارضية الملعب تتعدل عشان يقدر يحكم على اللعيبة وامكانياتهم لكن احنا هنفضل ندبدأ بالكورة واللعيبة مش عارفة تجري ومش عارفة تلعب وعشوائية محمد صبح ان ارضي جاي طلع الكورة مش عارفة طلعها فيبال ان هي غلطة من عنده فييه المدرب بتاع المنتخب بها هيقيمه ازاي وهو مش عارف دي مشكلة ارضه ولا مشكلة اللاعب ارضية الملعب وحشة هتقول يا جماعة صورة ارضية الملعب احنا كنا لسه جايبينة وانا باتكلم كده ارضية سيئة وحشة ده الانياس فيها الطينة باينة كان فيه صورة من شوية كنا حطينا هنا هتوالي على الهن ورايا كان فيه صورة بتباين ارضية الملعب ايوه سبتلي صورة بس كده فيها ارضية الملعب وكيدا حالكم كلكم اتفرقتوا يعني انا بس عايز اقوف كتير على سوق ارضية الملعب سيئة ايه ده ايه المنظر ده ليه الصورة تبقى بالمنظر ده ليه مباراة في الدورة تبقى بالسوق ده ليه ليه الشكل يبقى واحد اسماعيلي مضطر يروح يلعب في ملعب قر لحد ما تتعدل امور انا عايفت الكلام ده يزعى الجمهور الاسماعيلي بس الشخاطر فرقتكم ما قال اسماعيلي بطبيعة الحالة هو يبقى اكتر فريق بيلعب على ما لعبه اكتر من المنافسي المنافسة يجي مرة ويمشي لكن اسماعيلي بيلعب مباريات نص مبارياته في الموسم على نفس الملعب ده هتاخدوا اداء ازاي وهتاخدوا نتيجة ازاي وتاني احنا نضيدا بس النهاردة عشان يا مباراة كبيرة مباراة للسكاية كبيرة بين الزماك والاسماعيلي فعشان كده احنا مركزين قوي بس التسعين في المائة من الملعب بالمنظر ده لا يا جماعة ما ينفعش وما ينفعش احنا من قديم الازل بنتكلم على التعديلات في الملعب ويهو المشكلة واصل النجيلة الشتوية واصل النجيلة الصيفية واصل الزرعة مش عارف ايه اكيد الحاجات دي ليه حلول وخلاص يعني مش هينفع نفضل وحنا في 2024 نتكلم عن نفس المشاكل والعالم كله بقى عنده حلول ليه هيا يعني ما ينفعش صورة سيئة وانا هتمنى ان اتحاد الكورة الموسم اللي جاي يبقى زي الكاف كده وزي الفيفا عندك شروط واضحة اي نادي هيقدم ملعبه حراج الشروط واضحة ايه الارضية تبقى كزا المدرجات كزا المداخل كزا المكانة المؤتمر الصحفية كزا شروط اللي ما عندوش الشروط دي اتمعليش شوف ملعب تاني عشان نباين صورة حلوة للدورة بتاعنا ببساطة يعني